تحصل على الحكام خلال هذه الفترة. وبالتالي اهي الدغوطات جابت. جابت نتيجة. ان هو بدل ما يحط عشر دقايق وقت ضايع. احنا مش كنا بنشوف في قبل نهاية كاس عالم. او في دول التمانية في كاس العالم. عشرة و اتناشر و تلاتاشر دقيقة. وليه ما ينفعش يحط عشر دقايق طالما من حقك كنادي بلاش الاهلي. اي نادي. من حقك عشر دقايق ما تحط لنا عشر دقايق. انا ممكن اتغلب فيهم العشر دقايق دول اخي بس حطهم لي. يعني انت فاهم. وانا قلت ان الضغوطات دي من حلقتين تلاتة. قلت ان الضغوطات دي هتفرق مع الحكام. وبالفعل او واضحة. وفرقة مع الحكام. ما تدنيش وقت محتسب بدل ضايع. مرضتش اجيب بقى الطايمر واعد اعمل. وبتاع لانه على الاقل في الشوتين تلاتاشر دقيقة. ادني خمسة و اتنين. اتنين و خمسة. دقيقة و خمس دقايق في شوت التاني. سبع دقايق. يعني في ست دقايق مختلفين. فيهم يعني. على الجانب الاخر الكرة اللي انت بتقولها دي. ما تديني يا راكلة. ممكن ما تخشش على فكرة. صح. في الحاجة التانية بقى. في حاجة فيه موضوع مهم جدا. فضلا. عايز اتكلم فيه برضو. هو الفارق الزمني للمباراة المنافسة الاهلي والزمالك قبل المباراة. ده انا عايز رد على الموضوع ده في جدوى. الفارق الزمني. للمنافس بتاع الاهلي والزمالك بالتوقيت. يعني هقول لحضوك. الزمالك لعب مع المقاولين العرب النهاردة. يوم الخميس. هي لعب يوم. لأ. tecnología. هي لعب مع المقاولين. الزمالك لاحب مع المقاولين النهاردة. يوم 25 ديسمبر. المقاولين اخر ماش escreverاته לא�به. كان لعبه مع المصري. امتى يوم واحد وعشرين. يعني المقاولين مرايح كم يوم? اربعة. اربعة ايام. الزمالك حيلعب. إمتى? ماشي الجاي مع الاسماعيلي? يوم الخميس. اخر ماش الاسماعيلي لعبه إيمتى? النهاردة يوم 25 مع المصري يبقى الفريق الزمني كان 4 أيام تيجي بقى نبص على منافس الأهلي الأهلي لعب النهاردة مع سموحة سموحة آخر ماتش لعبه وإمتى مع الاتحاد يوم 19 ديسمبر يعني الفريق كان من 19 إلى 25 6 أيام يبقى سموحة مريح قبل ما يقابل النادي الأهلي كم يوم 6 أيام الأهلي حيلعب يوم 4 مع سيراميكا يوم 28 سيراميكا آخر ماتش لعبه كان إمتى لعبه يوم 23 مع الاتحاد 23 وآخر ماتش وحيلعب يوم 28 مع الاهلي يعني مريح 5 أيام يعني سيراميكا قبل ما يلعب النادي الأهلي مريح 5 أيام وسموحة قبل ما يلعب النادي الأهلي مريح 6 أيام تعال للزمالك الزمالك أي فريق يلعبه بيريح قبل 4 أيام هل ده جدوى العادل؟ هل ده جدوى المباراة عادل؟ نعم طبعا ده ده حاجة مهمة الحاجة الثانية أنا مش عارف إزاي الحكم كابتن عبدالعزيز السيد الماتش اللي فات كان بيحكم ماتش المصري والمقاولين حسب هدف غير صحيح للمقاولين كل الناس اتكلمت عنه بالفار النهاردة كان هو حكم فار في المباراة دي النهاردة هو حكم ساحة للمقاولين العرب والزمالك يعني بيحكم لنفس الفرقة ماتشين وراء بعض طب ازاي؟ وما فيش حاجة كابتن عبدالعزيز السيد اللي بيحكم ماتشات المقاولين يعني مش فهم ازاي؟ طب ما أنت عندك محمود البنة وكابتن محمود البنة ليه ما بيحكمش ماتشات الزمالك برده؟ حكم ماتش واحد بس الزمالك وإنبي فدي اسئلة محتاج ان لجنة المسابقات ترد عليها ليه يا جماعة المنافس بتاع الاهلي؟ ما ده بيفرق؟ المنافس بتاع الاهلي اللي بيلعب الاهلي بيريح سبع تيام بيريح سبع تيام مسموحة النهاردة بيجي يقفل وخلاص المنافس قبل الزمالك بيلعب قبلها بربع تيام بيتعب بدنيا والزمالك بيجيب جون في الشرط التاني بسبب كده فده لازم الناس هترد علي ليه ما فيش عدل في الجدول فهم؟ آه الأداء بتاع النادي الأهلي وحش ومش بنتكلم في الأداء ولا بس انت اديني حقي تحكميا واديني حقي في جدول المسابقات جدول المسابقات لازم يكون عادل الفرقة اللي تلعب الأهلي تريح قبلها أربع تيام بقى الفرقة اللي بتلعب الزمالك تريح قبلها أربع تيام